السلام عليكم. مرحبا للمتتبعي قناة الحميدي. اذا ان شاء الله من اخلي هذا الفيديو سنهدر علي واحد جديد المواضع اللي هي مهمة. الموضوع الاول هو يعني الرصوب او لا انا سقط بهذا المعنى. والموضوع الثاني هو المتعلق بالنقطة ديال العتابة. لكن قبل ما نبدأ الناس اللي لم تشتركش في القناة كانت تمنى على انها تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش هكا ان شاء الله غيرك نحط الفيديو توصله به انتوما الولا. وخاء اذا على بركة الله نبدأ. اذا ما الغاية من ملء الاستمارة اذا كنت راسبا. هذا واحد السؤال كانت توصل به بزاب. تيقول لي يا اصداد احنا يا ساقطين اذا ما كن لاش انا نعمره استمارة ديال توجيه. هنا غدي نقول لكم باش عرف ترسكم باناكم ساقطين. شكوي اللي يقلكم باناكم يعني اه اراكم ساقطين. واش تتحكموا مراسكم يعني. انت ان طلعا هذه النقطة اللي исторو. لا. راي اللي تتحكم فيها اه او اللي كيتحكم في النجاح ديالكم من العدم دياله. يعني السقوط هو مجلس القسم. مجلس القسم ما زال ما اداش اعباد الله. اذا علاش كتتحكموا مراسكم وكتقولوا براسكم بأنكم اراكم ساقطين. ما كنلاش انكم تعمروا استمرارة ديالتو جي لا دخل السيت ان شاء الله من اللي غي تفتح هاد الامور اني باش تعملوا الاستمرارة دخلوا للسيت امروا الاستمرارة ديالكم عمروا والشعب ان شاء الله اللي انتو ما غتكملوا اه في هاد درسة ديالكم من بعد التاسعة وخا وخليوا الامور في يد مجلس القسم نهار ان شاء الله مجلس القسم غادي يحسم وغاي يحسم العتابة الى غير ذلك ديك الساعة عاد غتشوف راسك واش انك نجح ولا ولا سقط اما ما زال مجلس مداش مجلس مجموعة الامور يعني ما 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 وضحاش الى حدود الان وكتحكم عراسك انك سقط للنجح المسألة حقيقة اه ما اجبتني ايج انا يا وخا والسؤال الثاني حقيقة اللي غادي اعجبكم بزاف وهو خبر صار اه للجميع اه يعني جل الاساتدة الذين تحدثتوا معهم اكدوا لي بان نقطة العتابة لهذه السنة ان شاء الله ستكون في صالح عدد كبير من تلميذ هذه النقطة اللي غا تعجبكم واحد يعني واحد مجموعة من الاساتدة اكدوا لي على ان ان شاء الله هاد العتابة غادي تكون يعني اه هابطة وخا يعني وخا ما تحداش للنيابة ولا تحدى للوزارة ولا اي حاجة يعني الامور كما كنت تعرفوا هي يفيد من مجلس القسم وهاد مجلس القسم يعني ضمن هاد الاساتدة اللي هدرت معهم قالوا لي بان ان شاء الله بان العتابة غادي تكون يعني في صالح واحد العدد كبير من التلميذ صافي اذا المسألة ديال انك ما تعمرش الاستمارة وغا تحكم على رأسك بانك يعني رسقطت المسألة خاطئة وخاطئة بالمرة صافي يعني نتمنى على ان الرسائل اللي كانت وصلت لها يعني من هذا القبيل هذا ما ما نعودش ان توصل لبشي رسالة بحالة هكا صافي اذا هنيئا لكم حقيقة اللي نقدر نقول لكم هو انكم تبعوا قرأتكم وما تنسوهاش وإلى كان عندكم شي تسأل خليه اللي في التعليق وإلى الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة